موسيقى شهدت العاصمة أبو ظبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك مهرجانة تروب فيست أريبيا للمرة الثانية في العالم العربي حيث تسابق 16 فيلما قصيرا للفوز بالجوائز الثلاث الأولى وهي الأفلام التي وصلت إلى المرحلة النهائية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط حجد كبير من الجماهير العاشقة للسنما على كورنيش أبو ظبي موسيقى السجادة الحمراء كانت الطريق الأول لنجوم السنما ولزنة التحكيم التي تترأسها الفنانة التونسية هند صبري المدير المشارك للمهرجان تبدأ بعدها الفعاليات وسط حجد جماهيري كبير اقتضت به جنبات المسرح حيث عرض على امتداد ثلاث ساعات كاملة 16 فيلما عربيا قصيرا لمواهب عربية واعدة في عالم السنما كل الأفلام من مصر ومن سوريا ومن العراق ومن فلسطين ومن تونس ومن مغرب تترجم فعلا حالة عربية وحالة الشباب العرب فكان بالنسبة لي توثيق للجيل الجديد من الهواتي ترجمة نانسي قنقر